لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إذن مصير الدستور الآن معلق بالجزائريين تحدثنا كثيرا عن هذا الدستور الذي يشكل خطر في مواده تناقذت كثيرة فيه أخطاء شكلية جسيمة لا تليق بالجزائر الجديدة والجمهورية الجديدة ولا تليق بحراك الجزائريين الذين أذهلوا العالم ذات يوم من فيبري 2019 بسلميتهم وبتحضرهم وبتطورهم وبمطالبهم المشروع التي عبروا عنها بكل رقي بعيدا عن أي فوضى كانت متوقعة وكان يتوقعها المتربسون بالجزائر وبأمنها واستقرارها على الجزائريين أن لا يشغلهم هذا الموضوع ويخليهم لا يذهبوا إلى صنديق الاقتراع خذوا احتياطاتكم من حيث الاحتياطات الصحية حتى لا تنفق لكم عدوى أو شيء آخر لا نتمنىه لكم ولكن يجب الذهاب إلى صنديق الاقتراع إسقاط هذا الدستور بأي وسيلة كانت ننتظر وبعدها ننتظر بإذن الله تعالى ما سيقول إليه حال الرئيس إن شفية وهذا الذي نتمنى ستتخذ قرارات أخرى تبدأ بحل المؤسسات الدستورية هذه القائمة حل البرلمان وما إلى ذلك ثم بعد ذلك تأتي خطوة أخرى على طريقة أخرى ناجعة ونافعة وناصعة لإعداد الدستور يليق بالجزائر والجزائريين أما إذا كان بقي الوضع الرئيس على ما هو عليه يجب أن الجزائر تستمر وتكون أولويتها ليس الدستور ولا أي شيء آخر تكون أولويتها مواجهة هذا الوباء الذي سوف يكون بلا أدن شك سينتشر إذا كان وصل إلى رئيس الجمهورية كيف حال الجزائريين في الجزائر العميقة وكيف وضعهم الفقر والوضع الاجتماعي البائس وكذا خلي الحكومة والدولة الجزائرية أولويتها هي مساعدة الجزائريين في مواجهة هذا الوباء الخطير الذي سوف يدمر ما تبقى من اقتصاد الريع الذي تمتلكه البلاد تكون هذه الأولوية وإذا كان ربي سبحانه أراد غير ذلك ورحل الرئيس هذا شيء آخر هناك مخطط أو هناك مسار دستوري اتخذ من قبل سيستمر هناك مادة ستطبق مرة أخرى وفي هذه الحالة التي لا نتمناها طبعا سيكون لكل حادث حديث هذا بالمختصر مفيد ما أردت أن أقوله لكم في هذه المداخلة أشكركم جميعا على متابعتكم وثقتكم واهتمامكم بهذه القناة وبهذه المداخلات وأشكركم على الترويج لها وأحفزكم على المشاركة في هذا القناة هذه القناة التي سوف نتعامل بموضوعية ومهنية وأخلاقية مع أي معلومات تأتينا فإن كانت في صالح الجزائر وفي الصالح العام تأكيد سنقولها وإن رأينا غير ذلك لا يمكن أبدا أن نكون في موقف نظر بأمن وطننا واستقراره شكرا لكم أحبة الكرام ألقاكم بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله